Good morning my student how are you? Today we will take lesson 2 from unit 6 From our box action back منهج الaction back الدرس الثاني من الوحدة السادسة قبل ما نبلش بالدرس الراجع الأمور المهمة اللي أخذناها بالدرس الأول Our unit title is let's go to a restaurant اتعلمنا معاني الكلمات التالية Restaurant مطعم Lunch غدا اتعلمنا لما النادل بدي يسأني أو الويتر بدي يسأني شو بيحب أقل شو بيحكي لي يعني ماذا تحب أن تأكل اتعلمنا كلمة لام اللي هي لحمة العجل رايس رز فش سمك اتعلمنا كلمة سلد سلطة ديليشوس لذيذ خضروات صحي عدس اتعلمنا كمان كلمة ميل وجبة الآن ننتقل إلى درس الثاني استمع وأشر الآن أنا ما بدي أطبق المحادثة هون بدي أتعرف على أسماء المأكولات الموجودة بالصورة قبل كل إشي شو هذا الإشي اللي بالصورة نكتب عنده ووتر اللي هي ماء هير سلطة هون رايس رز ورحم رز ورحم إذن صار عندي ووتر سلط رايس ورحم نجحة السعبية هير سلطة سلطة هير جوس عصير عصير هير رايس ورحمة أعيد أعيد I'd like جوس جوس بير 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 جينز بير جينز with رايس مع رز مع رز لين 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 تلز عدس هير سلط اللي هي سلطة جوس جوس اللي هي عصير إذن نعيد وراي كلمة بكلمة لام لحم او بير جينز بادن جان رايس رز لام لحم رايس رز فش سمك تشيكن دجاج تشيكن دجاج بريد خبز لنتلز عدس سلد سلطة جوس عصير ووتر ماء الآن شوف المحادثة اللي بين الأولاد ماذا تحب؟ اي ود لايك لام باند رايس بليز هير يو آر هذا هو thank you you are welcome انتبه هناك كيف المحادثة thank you يعني شكرا you are welcome أهلا وسهلا الآن إذا أنا بدي أطبق المحادثة وأجاوب كل مرة جواب شكل what would you like؟ ماذا؟ تحب كل طالب بدي يطبق المحادثة عن نفسه what would you like؟ ماذا تحب؟ I'd like مثلا fish and rice please here you are thank you you are welcome طيب إذا كان بيحب chicken and bread كيف بيكون what would you like؟ ماذا تحب؟ I'd like chicken and bread الآن المحادثة هاي الطالب بدي يطبقها مع ولي الأمر أو مع أخوه ضروري لأنها حلوة وسهلة الآن بده مثلا lentils and salad شو بيحكي؟ I'd like lentils and salad بيختار الأشياء اللي هو بديه إياها أهم شيء بالتمرين يحفظ معاني الكلمات ويكتب المعاني now let's move to our activity box ننتقل لكتاب التمارين ننفذ نطبق المحادثة عليه open your activity box page number 24 صفحة 24 write the day and the date up today is Thursday it's the 19th of November 2020 exercise number 3 look, انظر read, اقرأ and complete, اكمل نفس المحادثة اللي الآن أخذناها هاي بدنا نطبقها here you are هذا هو what would you like ماذا تحب thank you شكرا you are welcome عفوا I'd like chicken and rice please بده chicken, djaj and rice الآن الجملة الأولى what would you like ماذا تحب شو بدي يكون الجواب I'd like chicken and rice please إذن هاي بده تكون الجملة الثانية هون I'd like chicken and rice please أنا بدي chicken, lحم, djaj and rice ورز please الآن لما يجيبهم شو بيحكي here you are here you are إذن الجملة الثالثة بس يجيب لك الشغلة ويقول لك here you are شو بتحكي له انت thank you شكرا فهو شو بيرد عليك you are welcome إذن عندي هون الصورة الرابعة الجملة الرابعة وهون الخامسة طبعا نفس المحادثة اللي أخذناها بالكتاب now complete listen and say بدي أكمل باستخدام E و I delicious meal meal معناها وجبة of au pair jeans هاي كلمة au pair jeans هاي موجودة بالكتاب au pair jeans I au pair jeans اللي هي I au pair jeans and rice فصارت عندي كلمة meal of au pair jeans and rice delicious meal of au pair jeans and rice وجبة لذيذة من البذنجان والرز copy and complete انسخوا أكمل الجملة التالية نقرأها بالأول chicken and au pair jeans is his favorite meal chicken دجاج and au pair jeans البذنجان is his favorite meal هي وجبته المفضلة favorite meal chicken and نازلة chicken and بدنا نكمل au pair jeans is his favorite meal بنكمل بس كملنا هون ننتقل لصفحة بجنبها بنترك exercise number 6 اليوم بننخ 7 read and match بدي أوصل كل أكل مع صورتها chicken اللي هي دجاج which picture اللي هي c aya chicken دجاج au pair jeans البتنجان اللي هي a salad اللي هي السلطة e bread اللي هو الخبز b water f juice d هذا الجزء من الصفحة هاي مطلوب حلو هيك نكون أنا هنا درسنا لليوم good luck ويعترقوا لأسيا